خطورة سمكة البركودة مش بس بتكمن في أسنانها الحد اللي بتشبه الخناجر ولكن وضع أسنانها كمان متناسق بشكل أشبه بالكماشة بالزبط ولو قفلت بقها على أي حتة لحم في جسم فريستها فتأكد إنها مش هتسيبها غير وهي مقطوعة حتى إنها بتقدر تشوق جسم الإنسان لنصين وبسرعة كبيرة جدا البركودة عندها نوعين مختلفين من الأسنان أسنان كبيرة ودي بتكون مسؤولة إنها تمسك الفريسة بقوة وتمنعها من الهرب وأسنان صغيرة بتمزق جلد الفريسة زي المنصار لغاية ما تفصله نصين